موسيقى متتابعين يا كرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من برمزكم بريكا مع علاء ضيفنا الحلقة ماشي فنان إنما بطل عالمي في رياضات الكنكبوكشين والدار بالديار البلزيكية هو من الأصول المغربية وتحديداً من المدينة الحسينة نسك عبتني كنتكلم على البطل العالمي جمال بنصدق قد يتكون لنا معه دردسة مطولة لغيفتحنا من خلالها قلبه ونتعرفه على بزاف الأسرى من حياته يوم ما سمشون فين حد بدينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نكون جمال بنصدق وكيك بوكسين الوليدة من حسيمة كان سكون في تيتوان أنا كان عايش في بلجيك كانتريني في ولندا ودبا بلجيك وولندا قريب أشيء أشيء بزاف طريق عشرين تخايق كانتكون في ولندا وكان سكون في بلجيك كانتريني في ولندا كنت كنت خرم زيان كمشي درت المدرسة كملت المدرسة ديالي كنت لا بد أن أكمل المدرسة ديالي ومتما نمشي لكيك بوكسين علي شماء ديالي قال لي لولا تكمل المدرسة ديالك ومتما دير اللي بغيدي ما يعجبني ما يعجبون الحالي لكي يشوفني بالزنقاء وذلك الشيء قلني أجي أن أمشي ومندا امشي لنا في بلجيك وعندوه كيك بوكسين ومتما شوفني تلك كين كنت في المغرب من 17 أو 18 كنت في المغرب وقلت لدراسة كنون ندير ديالي إلا رجعت كان مدلت لقرية ديالي كنت في المغرب من 3 ومتما قلت لدراسة لا يمكن شوفني راسي ديالي كمشي كان خدم كنت كنت ندير كيك بوكسين وكان كنت ندير مخابلات عندي وربحتهم كل شيء وقلت لدراسي عليش إلا رجعت إلا رجعت أن أكمل العدد كيك بوكسين أنديروا إن شاء الله خدمة ديالي وأقدر اللي مشى اللهي ما عرفت عمر ما فكرت عمر ما فكرت عالي ما عندي واحد فراسي أنا وارك اللي اللي تديرت عرفت أندير ندير كل شيء علي كان كيقول إني علش ما تكملش على كيك بوكسين علش ما تكملش على كيك بوكسين ومتما قلت لك كنت في المغرب قلت لدراسي شنو نديرها نادبة إلا رجعت قلت لك نمشي لكي نكمل على كيك بوكسين شوف في الحياة ديالك عندك عندك نهارات كيمشي كل شيء مزيان وعندك نهارات كيمشي كتقول لراسيك أن أقف بكل شيء اللي كندير هاديك نهارات كي كتقول لراسيك أنا عندي شعاجة فراسي أنا خصني لابد أنديرها كان الناس اللي كيقولوا لا أنت ما تدير ولو في كيك بوكسين أنا كان نسمع لديك ناس مزيان اللي كيقولها أنا عندي في العقل أنا خصني أنديرها نجيبها وعن مر ما نوقف تالي جيب شنو نخصي كين الناس اللي يحكروني في سبور ديالي ومتم ما دي تفرص ديالي أنا أنوريهم شكون جمال بنصديق موسيقى الأول مرة اللي سمعت لي كان عندي سارة دست علي دست علي بزاف وكنت نهار وليل كنفكر كنفكر شنون دير ذبا شنون شنون دير ذبا كنت كنت عمل نهار وليل كنفكر وعند واحد شي عجب ما قد هاش الماء والبامة وقتها تحت هاش واحد خليتها في رس ديالي لماذا ما قد هالي ومش يقولوني صافي خرج بمهدي كيك بوكسين سير ترتاح أو سير أنا ما بغيتش يقوله هادك شي تحديد المارد قلت لي وخا أنا مريد ما ما نمشي ولو نرتاح ولا أنا غير نكمل شنون عندي فرص ديالي نكمل عليه ومثل ما دست علي بزاف دست علي بزاف كنت كنمشي كنمشي الانتري مو ما الرأس ديالي معمر الحمدولي دبا أنا بريت ورجعت الرياضة ديالي وكندير هادك شي لك كنبغي كنبغي وذلك النهار دخلت الأمس دامارينة شوفت الجومور كل شي صوت عوات وبزاف المغربة وشوفت الرايض المغرب بزاف تماما وكلت رأسي إلى دخلت في الرنج خصنيا نحتي لهم شي حاجات إذا مشوا الدار يتفرحوا بي شوفني لعب تماما وذلك شي ليدرت أدخلت تماما كانت خيخاوخ حقا بشي بزاف هذا هو طيلي يتفرحوا بشي لدينا يجبني كميلي ومدغيه ورأي وربحت كنبغي كنبغي لا تفرحوا بشياء ممتاز لدينا بشياء ممتاز بشياء ممتاز بشياء ممتاز كان ممتاز وفي الاخر هبت شوية التمبو ديالي ومتن ما خسرت ما انا مس حشيت بزعما ريكو كان تشامبيون اديك النهار ما شفتوش تلاتة درونت ما شفتوش فرين وتى الاخر رونت اللي كنت شوية التمبو ديالي هبت شوية هو كان اربحة ديك رونت ما شفتوش تلاتة ديالي عن هي تحديثو زعما اشيش حاجة عندي فراسي زعما مغربي مع مغربي انا عندي فراسي طب سبورت انا كان احب كيك بوكسين وكان بغي انكون باستة افتو كيك بوكسين وهو ادبا تمام معانا وهو ذكي اللي قدلو ايه كان ذكت اه نهار تماما ما شفتوش او شو عاجة وقلت لرأسي أنا أريد أن ألعب معه كل البطل العالمي أريد أن ألعب معه وقلت له أجي فرينج إذا أريد أن أستطيع أن ألعب معك نرى ما كان البطل المغرب الأول موسيقى جمال مية في مية جمال عد صغير لديه قوة الكثير ودازت عليه الكثير من سرطان وزيد وزيد وبدرز عمكان كان شي حاجات هذا الوقت له دازد هذا الوقت ليه الجمال بن صديق يتفرح عود الجمهور المغربي ويطلع عرائد المغرب كل مية موسيقى لا لا شوف هو تحداني في شهر ثلاثة ورجع اللور ودابج جاء الوقت لي وقلت له إلى خشك الدابج أنا أنا هنا أنا كنت أتنى عليك في أي موطع اللي بغيته أندبز معي وأنا أنا عندي جمهور ديالي وعنده جمهور ديالي وعنده جمهور ديالي موسيقى 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 هذا عم Keys يا ديال أم موسيقى �들 أنت isk هذا الفايت لا تتجيش شوف على برنامج ديالك كان قول بادر هاري دير تاريخ باش ندبزوه ويكلت باقي سافر موسيقى كانت لقى وانا بزاف المغرب إلا كي لعبو انا في المغرب كانت لقى بزاف مع حكيم مع زياءك مع مربات وكانت لقى بزاف حتى في وندا كانت لقى بزاف إلا كي لعبو كمشي كنشوف لعب ديالوم إلا كي لعبان حتى وما كي يجيو وعندنا دعم صاحب مزيان ماذا تقول لي؟ ومع الناس مزيان ويشجعون يوه وحتى لنا كي نشجعون إلا كي لعبو وانا كنت تبع الكورة بزاف إلا كي كمنت دعم الانتري موديالي وكي كنت تبع الكورة بزاف انا كنت شجع في مدريد وخمسة رونالو leanado كنت حقا لنắt حدوتا لنسوا صادق رونالا انا بزافرين لماذا كنت تابع بزاف واردة محمد يارايا يلعب معنا في غلوري وهو احتوى مغربي وكانت شجعه احتوى وقدر مزيان تيجاني ما كان عارفوش بزيغ ولا مزيان وكانت سمعك يدير مزيان في كيك بوكسي وكيفرحني الى كيير بح موسيقى ماذا نقول لك على بادراري الوقت ياله دازت بادراري كان كان واحد الوقت موسيقى انا كان سمع الابتسام بتسكد سافي موسيقى وعلاف شو عنده صنط مزيان ومغنيم مزيان موسيقى ما كان احتجي واحد في حياتي كانت تبعرر رياضة ديالي و انا ديت فراسي الاخرصني ان تربحها ان اجبادة الابتسام بتسكد وانتو ما ان انفكر عليش حاجه للاخر انا بدا ما كان جايش بزاف المغارب وانا كانت تبع مرمرة المغنية دي الامغارب وكانت تباع امتسام متسكد ومزيونة وعندها صوت مزيان ومبرنمج ذلك على كونجوليها إلا أخذني أن نجوج مع شخص مغنية ونجوج مع ابتسام وهي أحتية مزيونة عندها صوت مزيان وكل شيء نتعرض عليها ونجي أن نتلقها البيسة علش إلا كنت أكل ببيسة وكنت مشيكا نتريني عندك القوة بزاف حسن لديك فيتامينات البيسة إلا كمشي كمشي كنت دابل زاديك النار كنت أكل ببيسة وكنت دخل فري كنشكر جعل نسليكات بأشوف تيفي وأنا كنبغيكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر